السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسائل فل عاملين ايه يا رب تكونوا بألف خير النهاردة هنعمل مع بعض سدمسي الفول في البيت بطريقة سهلة جدا وهقول لكم ازاي نسوي الفول في ساعتين بس يعني ازاي نقصر مدة التسوية بتاعة الفول من 6 ساعات لساعتين بس وكمان هنعمل ازاست الدقة بتاعة المطاعم تقدر تحطيها بقى في باب التلاجة وتستخدميها طول شهر رمضان كل سنة وانتو بألف خير يا رب يلا نشوف هنعمل ايه ما تنسوش تحطوا لايكات كتير للفيديو وكمان لو اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس على الكل عشان توصلكم الفيديوهات الجديدة بتاعة شهر رمضان ان شاء الله نقول باسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنعمل ايه مع بعض معايا هنا نصف كيلو من الفول استخدم النوع اللي تحبيه سواء بلدي او مستورد النوع اللي يعجبك انا بحب الفولة اللي يكون وسط ما تكونش كبيرة اوي ولا صغيرة اوي زي ما انتو شايفينها كده ويكون لونها فاتح ما تكونش غمقة بابدأ بقى ناقي الفول بتاعي اشوف بقى لو فيه اي واحدة زي ما نقول معظمة او نشفة اوي كده منشيلها او لو فيه اي زلطة او اي اي اش او اي حاجة غريبة يعني منشيلها لازم ننقي كويس جدا بالواحدة شايفين باخد شوية شوية كده على ايتي ونقيهم واحدة واحدة عشان اتاكد ان ما فوش اي حاجة تمام كده ده طبعا للبنات الصغيرين اللي بيتابعوني زي ما انتو شايفين بنقودوا واحدة واحدة ولو فيه اي واحدة نشفة اوي كده او زلطة اي حاجة زي كده بجنبها تماما وبش بستخدمها دلوقتي بقى معانا هنا ده بيكنج بودر اللي هو بتاع الكيكة عادي هيخد منه معلقة صغيرة كده وهحطها على الفول بعد منقيته كويس جدا ده ليه بنحطه عشان يفتح لي الفول بتاعي بيطلع المية الغمئة اللي موجودة في الفول او المادة الغمئة اللي موجودة في الفول وبيخلي اللون بتاعه فاتح وحل دلوقتي لسه هنقعه حطيت كمان معلقة صغيرة من السكر ودي بتصرع شوية برضو من تسويت الفول دلوقتي هبدأ اضيف مية سخنة احنا لسه ما ضفناش المكون اللي انا قلتلكو عليه اللي هو هيصرعلي من تسوية الفول لسه هنضيفه عند التسوية دلوقتي غطيت الفول كويس جدا بالمية السخنة وهدي تقليبة كده وهغط عليه وهسيبه على جنب لحد ما المية دي تبرد تماما تمام كده يعني تقريبا ساعتين كده لحد ما المية تبرد عليه طبعا الخطوة دي بتصرعلي برضو من ناعي الفول وتجنبوا ان انتو تنقعوه فترة طويلة عشان لو نقعتوه فترة طويلة هتلاوي القشرة فاصل لتعاني الفول وهتلاوي بقى الفول بقى فاصل يعني اشر الواحده والقلب اللي جوه الفولة الواحده فجنبه خالص انتو تعملوا كده اقصر حاجة نقعوها للفول من ساعتين لتلات ساعات بس فمية سخنة بالشكل ده كده كده تمام انا فتحت عليه بعد ما برت تماما ما حطيت ايدي كده على الحلة لاناقعة فيها لقيت الفول برت تماما هتلاوي الحباية كده تريت معاكو والمية غمقت بالشكل ده كده هبدأ بقى اصافي المية دي تماما وهبدأ اخسل الفول واشطفه مرة واتنين تحت الحنفية كويس جدا وبعد كده هنبدأ بقى يعني ندخل في الخطوة التانية اللي هو التسوي دلوقتي حبايبي بعد ما غسلته كويس جدا حطيته في الدمسة وللا ما عندكش دمسة هتدمسيه في حل عادي وانا دمسته معاكو واستنى اللي فاتت في الحل عادي جدا وحطيت معايا تماماية مبشورة وكمان حطيت معايا تلات معلق كبار من العس الاصفر مخصول ومصف كويس جدا مش هضيف اضافات كتير هضيف بس كده وكمان هنضيف المية السخنة وبعد كده هقول لكم هنحط عليه ايه عشان يصرع من تسوية الفول انا استنى اللي فاتت كنت عاملة معاكو تدميس الفول اللي هو بيعود ست ساعات كاملين على النار دلوقتي بقى هنسوي ازاي بساعتين بس معايا هنا ده اللي هو النوى بتاع البلح اي نوع بلح او اللي هو طمر يعني بتقال عليه طمر او بلح هحط منه خمس حبات طبعا هورهولكو دلوقتي اللي هو ده ده اللي انا استخدمته اي نوع بلح مش هتفرق خالص سواء اللي هو الطري ده او النشف طبعا بيبقى موجود عندنا طول شهر رمضان بنبقى مجهزينه كمان من قبل رمضان بدل ما نرميه نستخدمه في حاجة زي كده وده يعني مش حاجة جديدة ولا حاجة ده معروفة من زمان ان النوى بتاع البلح ده بيصرع من تسوية اللحوم الفراخ البوكوليات اي حاجة بتاخد سواء تحطي معايا كم واحدة من نوى البلح ده هتلاقيها صرعت معاياك السواء جدا تمام كده حبيبي وبعد كده هغطي بورق فويل هغطي الدميسة بورق فويل والغطي عشان احكم الهوى كويس جدا يعني ما دخلش هوى خالص جوه الدميسة قصدي ان دخول الهوى خالص عن الدميسة تمام كده وبعد كده هعرفع على النار وهعلي عليها طبعا انا ضفت مية سخنة لحد العلامة اللي بتاعت الوسط بتاع الدميسة بتاعتي تمام كده لو في حلة برضو هتضيفي مية سخنة تكون يعني ضيفي على قد ما تقدري مية سخنة عشان ما تضطريش تضيفي مية سخنة تاني وهي بتستوي خلال وهو بيستوي انا ما ضيفتش مية سخنة خالص وهو بيستوي وازاي ما انتم شايفين انا ايد عليه النار شمعة خالص وبعد ما غلي يعني سبته يغلي الاول على درجة حرارة عالية وبعد كده هديت النار خالص وسبته لمدة ساعتين بالزبط فتحت عليه لقيته زي الزبدة حرفيا يعني زي الزبدة ما شاء الله عليه استوي بسرعة جدا سبته ربع ساعة كمان عشان انا عاوزا يبقى مهدي يعني بالزبط سبته ساعتين وربع على النار زي ما انتم شايفين النتيجة اهي وقبل المطفى عليه حطيت عصرت عليه لمونة واحدة ومعلقتين خل ده برضو بتساعد ان الفول بتاعك يبقى فاتح ولونه حلو زي ما انتم شايفين النتيجة قدامكم اهي حلو جدا جدا بتستوي بتاعته حلوة لونه حلو يعني مستوي سوا كهرامان زي ما بيقولوا كده هوريكو برضو دلوقتي التسوية بتاعته وزي ما بضغط على الفولة كده بأدية بيبقى طاري جدا يعني مستوي على الاخر بجد جربوه يعني هتدعولي ان شاء الله هتدعولي على الطريقة دي هوريكو دلوقتي قد ايه هو مستوي وطاري جدا يبقى كده حبيبي هنعمل ايه هعيد تاني التسوية بتاعته منغطي الفول تماما بالمية السخنة يكون المية عالية جدا عن الفول سواء هتعمليه في حلوة او في دميسة وبعد كده بتغطي الحلوة او الدميسة بورق فويل وتحكميها كويس جدا وتغطيها بالغطى بعد كده بنعلق عليه النار لحد ما نحس ان هو غري معانا وبعد كده بنهدي نرجع نهدي النار خالص على اهدى درجة حرارة لحد ما الفول معانا يستوي مش بنفتح عليه غير بعد ساعتين بالضبط يعني التسوية اللي انا سويتها في ساعتين دي حطيت خمس حبات من اللي هو النوى بتاع الفول وطبعا هو بش مضره خالص مالوش اي ضرر بالعكس ده فيه ناس بتستخدمه وبتطحنه وبتعمل بتضيفه على البن كمان فمتقلقوش منه خالص دلوقتي بقى هنعمل ازاست الدقل هي بتبقى موجودة عند بتاع اه الفول اللي هو بي بنقولك ايه بيزبط بها الفول بتبقى موجودة بقى عندنا في التلاجة ونستخدمها على طول نحط منها على طبق الفول وخلاص على كده ويه اه هتريحنا جدا لو عملناها في شهر رمضان اول حاجة فرمت معلقة كبيرة من الطوم حطيت عليها معلقة من الملح حطيت عليها كمان اه معلقة من البابريكا معلقة صغيرة من البابريكا وحطيت عليها حوالي عصير كده تلات اربع لمونات ويه اه نص كوباية من الخل بتستغربوش من الخل اه كل مطاعم الفول بتحط خل على الفول عشان طبعا هو بيقى موفر ليهم عن اللمون اللمون بيبقى اغلب من نسبة لهم وبيدي برضو طعم حلو لو جربتوها يعجبكم جدا بعد كده حطيت بقى نص معلقة صغيرة فلفل اسود ومعلقة صغيرة مانيانة كمون ومعلقة صغيرة مانيانة كزبارة نشفة وهزود شوية مية كده وقلبهم كويس جدا مع بعض ولو حابة تحطي شطة ممكن تحطي اه قرن شطة كده تدربيه كده ناعم في الكابة او في الهون ودي فيه معاهم لو انت بتحبي الشطة وانا كمان حطيت شوية من الشطة البودر كده بقى معيك احلى دقة كل ما تكوني حبة تزبطي طبق فول هترجي الازازة وتحطي على الطبق الفول بتاعك وتبقى جميلة جدا زود بتزوديها كمان شوية مية وبس كده انا ما مكترش عن نص ازازة بقى بس نص ازازة كده وبسيبها في باب التلاجة وكل ما كوني عاوزة ازبط طبق فول بطلعة وحطي منها دلوقتي هزبط معاكم برضو طبق فول كده عالسريح حطيت بقى الزيت وحطيت شوية من الازازة الدقة وهحط الطحينة وخلاص على كده ممكن بقى تزودي شوية كمان كمان زي ما انت حبة تمام كده بقى حطي طحينة زي ما انت حبة ممكن برضو تعملي بقى ببصل وفلفل وطماطم ممكن ان شاء الله اعمل معاكم اه توضيبات للفول في فيديو اه الواحد بقى شايفين بقى الفول عامل ازاي عايز اقول لكم ان هو عامل زي الزبدة بجد يعني النسيجة اه ابهرتني اتمنى برضو ان اتعجبكم كده زي ما عجبتني جدا وان شاء الله بش يعني مش هعمله جربة طريقة دي كده زبطت كده طبق الفول وحطيت على الوش كده شوية زيت وشوية شطة وبابريكة وكمون حاجة كده فممتج جميل عايز اقول لكم بجد يعني انا عم خلصة ااااااااا بتصوير الفيديو يعني ساعة نم بالليل ومنكن تش ا людям يعني امسك نفسي طعمه حلوي جدا جدا بجد جربوه هيعجبكمzie es تدعو لي عليه وزاست الدقة دي كمان جربوه هتعجبكم جدا جدا بتنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم الفيديوهات الجاية بازن الله ممكن اعمل معاكم التحينة وكمان شوية حاجات كده عاوز اعملها معاكم بازن الله هتعجبكم جدا وكمان ما تنسوش اهم حاجة تحطولي لايك للفيديو دوت بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته